ترامب يدافع عن قراره الانسحاب من سوريا وفرنسا تعلن بقاءها وفريطانيا تقول ان داعش لم يهزم بعد والاكراد يحذرون من خطره بعد اربع سنوات من محاولته حل الازمة السورية ديمستورا يقدم حطته الاخيرة لمجلس الامن وسط تهديدات تركية بشأن عملية عسكرية شرق الفراد الاحتجاجات على الاوضاع المعيشية والاقتصادية تصل الى الخرطوم والشرطة تطقق الغازة المسيلة للدموع لتفريق الجموع في عطبرة نشرة الحرة اليوم من واشنطن اهلا بكم قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة كانت تحارب داعش نيابة عن روسيا وايران وسوريا ودول اخرى تعتبر العدو المباشر للتنظيم وان الوقت قد حانى ليقاتل الاخرون في الشرق الاوسط واضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر ان قرار مغادرة القوات الامريكية سوريا لم يكن مفاجئا وانه عمل على تحقيق ذلك الهدف منذ سنوات وتساءل ترامب اذا ما كانت الولايات المتحدة ترغب في ان تلعب دور الشرطي في الشرق الاوسط والتضحية بالارواح والاموال دفاعا عن من لا يقدرون ذلك اما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد اكد انه متفق الى حد بعيد مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على ان تنظيم داعش قد انهزم لكنه شكك فيما اذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب بالكامل من سوريا وقال بوتين ان موسكو لم ترصد اي مؤشرات على الانسحاب الامريكي وان الولايات المتحدة قالت مرارا انها ستغادر افغانستان لكنها لم تفعل الى ذلك اعلنت فرنسا انها ستبقي قواتها منتشرة في سوريا حاليا لان تنظيم داعش لم ينتهي تماما وما زال يمثل تهديدا للمصالح الفرنسية كما اكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ان عناصر داعش ضعفت شوكتهم لكن لم يتم محوهم من الخريطة في سوريا ولابد ان تستمر المعركة لالحاق الهزيمة حاسمة بهم في جيوبهم المتبقية ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين فرنسيين القول ان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا فاجأ باريس وفي سياق ردود الفعل على القرار الامريكي حذرت قوات سوريا الديمقراطية من ان سحب القوات الامريكية يعطي تنظيم داعش زخما للانتعاش وشني هجمات معاكسة بعد طرده من مساحات واسعة في البلاد قيادة هذه القوات حذرت كذلك من ان القرار الامريكي سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الاقليمي والدولي وقالت ان انسحاب القوات الامريكية سيخلق فراغا سياسيا وعسكريا ويترك المنطقة وشعبها محاصرين بين اطراف اعدائية كما اكدت القيادة ايضا بان معركة مكافحة الارهاب لم تنتهي بعد وفي سياق المتصل فاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان التحالف الدولي بدأ يقامة قاعدة عسكرية جديدة في شرق الفرات ضمن القطاع الشرقي من ريفي دير الزور وقال المرصد انه حصل على صور تظهر ان التحالف يقيم قاعدة عسكرية له في منطقة هجين الواقعة عند اطراف الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش والتي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية ورغم استمرار المعارك بين الطرفين الا ان قوات سوريا الديمقراطية لوحت بوقف عملياتها ضد داعش وسحب قواتها للشريط الحدودي في حال انطلاق عملية عسكرية تركية ضد الاكراد تهدد انقرة بشنها وقال المرصد ان المعلومات التي حصل عليها تشير الى سحب قصد جميع مقاتليها من الجبهات ونقلهم الى خطوط المواجهة مع قوات التركية والفصائل الداعمة لها بعد ايقاف العملية العسكرية ضد التنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات هذا واعلن وزير الدفاع التركية خلوصيا كار ان انقرة تعمل بشكل مكثف الآن من اجل عملية عسكرية في مدينة منبجوة مناطق شرقية نهر الفرات في سوريا وقال الوزير ان المسلحين الاكراد شرقية الفرات في سوريا سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب مضيفا ان امام تركيا الآن منبجوة وشرقية الفرات وهي تعمل بشكل مكثف على هذه المسألة وكانت انقرة اعلنت انها ستشن عملية عسكرية قريبا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا ايضا في سوريا حيث يبحث اليوم مجلس الامن الدولي الوضع هناك حيث سيقدم المبعوث الخاص الى سوريا ستيفان ديبستورا احاطته الاخيرة قبل ان يترك منصبه نهاية ديسمبر الجاري وكان المبعوث الاممي قد صرح عقب محادثات مع روسيا وايران وتركيا انه لا يزال ينبغي بدل المزيد من الجهد لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة ميدانيا نفذ المرصد السوري لحقوق الانسان باستمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وبين داعش في الضواحي الشرقية لبلدة هجين واطرافها بريف دير الزور شرقي وقال المرصد ان هذه الاشتباكات ترافقت مع عمليات قصف صاروخي متواصلة من قبل قصد تهدف مناطق او تستهدف مناطق سيطرة التنظيم ضمن جيبه الاخير شرق الفرات ضمن محاولات داعش تحقيق تقدم في المنطقة على حساب قصد وفي سياق المتصل تواصل قوات سوريا الديمقراطية عمليات تفكيك الألغام والعبوات التي عمدت تنظيم إلى زرعها في البلدة وقال المرصد أيضا انه حصل على معلومات من مصادر موثوقة بان القيادتين السياسية والعسكرية لمنطقة شرق الفرات ناقشت بجدية اطلاق سراحي نحو ثلاثة ألاف ومئتين من عناصر داعش ومن عوائلهم من أطفال ونساء من جنسيات غير سورية وذلك ممن كانوا في سجون ومخيمات تابع لقوات سوريا الديمقراطية وتحت حراسة مشددة منهم وقالت هذه المصادر أن هذا القرار جاء نتيجة رغط دولهم استقبالهما أجرى الرئيسان الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان محادثات في أنقرة ركزت بشكل أساسي على النزاع في سوريا وبحث الجانبان أيضا قضايا ثنائية والتعاون الاقتصادي حيث بدأ الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي ومنتدى الأعمال التركي الإيراني يذكر أن لقاء بين الرئيسين الذين يعتبروا بلدهما لعبين أساسيا في هذا النزاع كان مقررا قبل الإعلان الأمريكي بالانسحاب من سوريا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيسين أردوغان وروحاني لخصه لنا مراسل الحرة في أنقرة علام صباحات في هذه الرسالة تم الحديث عنه من إيردوغان على وجه الخصوص هو أنه أولا الحديث عن العقوبات الأمريكية على إيران ورفض تركي رسمي معلن هذه المرة لهذه العقوبات والوقوف من قبل أنقرة إلى جانب طهران في مواجهة هذه العقوبات بحسب ما أعلن إيردوغان ومن جهة ثانية الحديث عن تطوير أو الرغبة في تطوير العلاقات بين الجانبين على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية الاقتصادية نتحدثون عن رغبة بين الجانبين لوصول حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار القضايا السياسية منها ما هو داخلي وثنائي ومنها ما هو يتعلق بالقضايا الإقليمية الهامة وعلى رأسها أيضا الملف السوري على وجه الخصوص الجانب الإيراني تحدث أيضا بشكل مفصل عن أو الروحاني تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن أنه ضرورة أن يتم التنسيق المشترك بين الجانبين بشكل كبير في الملف السوري على وجه الخصوص والتنسيق بشكل أكبر في موضوع إنجاح محادثات أستانا في الفترات القادمة وقال إن الجولة القادمة من محادثات أستانا ستكون في روسيا خلال الأسبوع القادمة هذا هو الإطار العام الملف السوري كان حاضرا بقوة ولكن كان من الملفت جدا محمد أنه لم يتم التطرق خلال المؤتمر الصحفي لخروج القوات الأمريكية أو الإعلان الأمريكي عن خروج إخراج القوات الأمريكية من سوريا من جهة ومن جهة ثانية منعت الأسئلة في المؤتمر الصحفي حتى لا يتم التطرق إلى هذا الملف تحديدا لم يتم التطرق إليه نهائيا ولكن بحسب مراقبين تم بحثه أو بحسب مطلعين على المباحثات تم بحثه بشكل مفصل بين الجانبين خاصة وأن للجانبين مواقف متباينة في هذا الإطار ولكن أيضا تم بحث العملية العسكرية محمد التي ترغب تركيا بإنجازها أو بتنفيذها في الشمال السوري هناك مواقف متباينة بين الجانبين أنقرة ماضية في هذه العملية ولكن إيران تقول أنه يجب التنسيق مع الحكومة في دمشق الحكومة السورية في دمشق الملف السوري تنضم إلينا عبر سكاب من منطقة تعين العرب كوباني شمال شرق سوريا مراسلة الحرة نروز رشو هل لك أن تضعين بداية في آخر التطورات على الآلط فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية وردود الفعل داخليا في سوريا نعم وتحديدا ثاني ردد فعل تجاه هذا القرار ظهر من خلال التظاهرة أو مسيرة شعبية توجهت وحتشدت أمام مقر لأقوات التحالف الدولي شرق مدينة كوباني قاعدة خراب عشق هناك احتشد المئات أو الآلاف من المدنيين مرافعين عدة مطالب هذه المطالب تم نقلها إلى القيادات المتواجدة في قاعدة التحالف عبر وفد ضم مسؤولي الشمال شرق سوريا بالإضافة إلى أحزاب سياسية إلى جانب وجهاء وعشائر وجهاء عشائر المنطقة المحتشدون هناك كانوا من مكونات المنطقة الشمالية حيث كان يتواجد أهالي مدينة الرقة أهالي الأبيض أهالي عين عرب نفسها كوباني كل المحتشدون توجهوا تماما إلى القاعدة المتواجدة في المنطقة هناك الوفد رفع مطالب المحتشدين إلى القيادات الموجودة في القاعدة هذه المطالب بعد أن التقى الوفد بالقيادات داخل القاعدة قاموا بنقل ما تم تداولهما بين هذا الوفد والقيادات التي التقوا بها داخل القاعدة المطالب كانت عبارة عن مطالبة بوجود وانتشار لقوات حفظ السلام في مناطق شمال شرق سوريا إلى جانب ذلك كانت هناك مطالب بفرض حظر جوي وحماية المناطق شمال شرق سوريا هذه المطالب عبر عنها المحتشدون الذين توجهوا بالآلاف إلى قاعدة التحالف الدولي كما ذكرنا في منطقة شلابية نعم إلى جانب الرد الفعلي الذي جاء عبر مسيرة أردنا التماس الأراء المتواجدون هناك المحتشدون أمام قاعدة التحالف الأهالي يعبرون عن استيائهم حيال القرار بالانسحاب الأمريكي حيث اعتبر الأهالي أن هذا القرار هو قرار مفاجئ وأيضا يزعزع الاستقرار خصوصا أن المنطقة ما زالت تحارب الإرهاب شرقي المنطقة وتحديدا في دير الزور الأهالي أيضا عبروا أن القرار بالانسحاب يجب أن يتضمن خطوات فعلية وهذه الخطوات تتمثل في تطمينات للمنطقة تطمينات للمدنيين هنا بأن مناطقهم لن تتعرض لأي استهداف أو هجوم خارجي حيال مناطقهم نعم أردنا معرفة حصول انسحاب حقيقي على أرض الواقع من هذه القواعد على لسان الوفد الذي التقب القيادات العسكرية والذين عبروا لهم أنهم لم هم أيضا متفاجئون بالقرار الانسحاب الأمريكي الوجود الميداني هنا على الأرض لم يحدث فيه أي تغيرات أو تحركات ملحوظة أثناء تواجدنا هناك لم نشاهد تحركات أو خروج القوات أو يمكن تسميته بانسحاب القوات الأمريكية حتى اللحظة هذا الشيء أيضا نفته بعض الجهات العسكرية في مدينة ممبرج المتحالفة أيضا مع القوات الأمريكية هناك إلى جانب ذلك الآراء هنا ما زالت تعيش حالا من التفاجئ من القرار وأيضا يمكن تسميته بأنه استياء حيال قرار فجائي لربما يفتح المنطقة أمام خيارات في ظل وجود التهديدات التركية المتكررة حيال استهداف المنطقة إذن من منطقة تعينا العرب كوباني شمال شرق سوريا مراسلة الحرة نوروز رشو شكرا جزيلا لك مشاهدين قبل أن نكمل باقي مواضيع النشر نستعرض الآن موجزا سريعا لأهم الأنباء مصدر في القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في مدينة الحديدة يؤكد عودة الهدوء إلى المدينة في ثالث يوم بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد قصف مدفعي متبادل لوقت قصير دبلوماسيون يقولون أن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يدين إيران في مسودة قرار خاضع للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن السلطات المغربية توقف ثلاثة مطلوبين يشتبه بصلاتهم بمقتل شابتين إسكندنافيتين في جنوب المغرب بعد خمسة أيام من العثور على جثتين الشابتين وهما نرويجية وديناماركية في موقع المعزول في جبال الأطلسية زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي يعود إلى بلاده بعد قضاء نحو عام في الخارج ويدعو أمام الآلاف من مؤيديه إلى انتقال ديمقراطية وكوريا الجنوبية تعلن نيتها إجراء تدريبات عسكرية محدودة النطاق مع الولايات المتحدة العام المقبل في تقليص لحجم تدريباتهم الأوسع نطاقا وذلك ضمن جهود تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية ومجموعة من عضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطية تدعو وزير الخارجية مايك بومبيو لتصنيف الحملة العسكرية التي تشنها مينمار على أقلية الروهينغ المسلمة بإبادة جماعية خفر السوحل الإسباني يأثر على جثث أحد عشر مهاجرا في مركب قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا وعلى ثلاثة وثلاثين مهاجرا على قيد الحياة على مثل المركب نكمل النشرة من اليمن حيث أكد مصدر في القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي في مدينة الحديدة عودة الهدوء إلى المدينة في ثالث يوم بعد سرايان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد قصف مدفعي متبادل لوقت قصير وقال المرصد أنه تم استهداف مواقع القوات الحكومية ومركز للشرطة من قبل الحوثيين في وقت متأخر أمس الأربعاء ما أدى إلى سقوط أربعة جرحة فيما ذكرت وسائل إعلام حوثية أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية فندقا في المدينة وبحسب المصدر فإن القصف المتبادل استمر نحو نصف ساعة فقط وأن هناك اجتباكات متقطعة في عدة مناطق في المحافظة سياسيا قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يدين إيران في مسودة قرار خاضع للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة ويدين نصف المسودة الأولية لإمداد من أي مصدر كان بالأسلحة والمواد المتابطة بها بما ينتهك بنود حضر الأسلحة لكنه لا يذكر أي دول بعينها وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة طلعت عليها وكالة رويترز للأنباء تريد الولايات المتحدة إدانة إيران على وجه التحديد لكن روسيا تعارض هذه الصياغة تلتقي مصالح موسكو وطهران في ملفات عدة ما يجعل روسيا إحدى الأطراف المهتمة بالأزمة اليمنية هذه المرة تدخل روسيا على خط الأزمة برفض مسودة قرار قدمتها واشنطن إلى مجلس الأمن لإدانة إيران في مسودة قرار خاضع للتفاوض وتدعم وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة مسودة القرار تدين الإمداد من أي مصدر كان بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حضر الأسلحة تريد واشنطن من هذا الحراك وفق دبلوماسيين إدانة إيران تحديداً لكبح جماح نفوذها في تزليح أذرعها في المنطقة أذرع طالما اتهمت إيران باستخدامها لتنفيذ مشروعها في الإقليم ولعل من أبرزها حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثي وصولاً إلى الحشد الشعبي الذي ينشط في العراق وانتهاءاً بحركة حماسة الفلسطينية وسرايا الأشتر في البحرين إلى جانب روسيا التي عارضت الحراك الأمريكي بهذا الصدد ترغب بعض الدول أن يركز مشروع القرار بشأن اليمن على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في السويد نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل بعد أربعة أيام من المطاردة توقيف المشتبه بهم الثلاثة في قتل السائحتين الإسكندنابيتين في المغرب أهلاً بكم من جديد وصلت المظاهرات الشعبية احتجاجاً على الأوضاع المعاشية والاقتصادية في السودان إلى العاصمة الخرطوم فقد قطع نحو 150 شخصاً حركة المرور في أحد أهم شوارع العاصمة ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل الدموع وقد أشعل متظاهرون النار في مقرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي تنجالة والقوضاف في شمال وشرق السودان قد أتى إحراق مقر الحزب في عطبرة وصلت تظاهرات واحتجاجات على ارتفاع سعر الخبز وفق ما أكد شهود عيان لفرانس بريس وفي ولاية نهر النيل أطلقت الشرطة السودانية الخميس الغاز المسيل الدموع للتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد غلاء رغيف الخبز في مدينة عطبرة شمال العاصمة الخرطوم بعد ساعات من فرض السلطات حضر تجوال فيها إذن أيضاً في السودان عاد زعيم المعارضة السودانية صادق المهدي إلى بلاده بعد قضاء نحو عام في الخارج ودعا أمام الألاف من مؤيدي إلى انتقال ديمقراطي للسلطة واتهم المهدي الذي يرأس حزب الأمة النظام بالفشل مشيراً إلى ما وصفه بالترد الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة الوطنية يذكر أن المهدي هو آخر رئيس وزراء سوداني منتخذ ديمقراطياً وأطاح تحالف من إسلاميين وقادة عسكريين به في عام 1989 في المغرب أوقفت السلطات المغربية ثلاثة مطلوبين يشتبه بصلتهم بمقتل شابتين إسكندنابيتين في جنوب المغرب وكانت السلطات المغربية قد أوقفت في يوم الاثنين في مراكش مجتبهاً به ينتمي إلى جماعات متطرفة بعد ساعات من العثور على جثتين الشابتين وهما نرويجية ودنماركية في موقع معزول في جبال الأطلسي من جهتها قالت المخابرات الدنماركية أن التنظيم الدولة الإسلامية ربما يقف وراء مقتل الشابتين وأوضح رئيس وزراء الدنمارك أن المعلومات تشير إلى احتمال وجود دافع سياسي وراء عمليتي القتل واصفاً الجريمة بالعمل الإرهابية أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الخميس عن نيتها إجراء تدريبات عسكرية محدودة النطاق مع الولايات المتحدة العامة المقبل في تقليص لحجم تدريباتهم الأوسع نطاقاً وذلك ضمن جهود تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وعلق البلدان الحالفان عدداً من تدريبات العسكرية المشتركة هذا العام مع تراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية وبدء محادثات بين واشنطن وكوريا الشمالية لتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس الشهر الماضي إنه سيعاد تنظيم بعض المناورات تكون على مستوى لا يضر بالدبلوماسية مع كوريا الشمالية دعت مجموعة من عضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزير الخارجي مايك بومبيو لتصنيف الحملة العسكرية التي تشنها مينمار على أقلية الروهينجا المسلمة بإبادة جماعية وعبرت المجموعة في رسالة عن القلق لأنه رغم الأدل القاطعة على الإبادة الجماعية التي تضمنها تقرير الوزارة لم تجزم بشكل رسمي أن جريمة الإبادة الجماعية تكبت حسب قولهم وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق الطارق قصير الأمد يحول دون إغلاق المؤسسات الحكومية وقال زعيم الأغلبية في المجلس ماتش ماكونيل أن هذا الإجراء سيمول العمليات الحكومية الاعتيادية عند مستوياتها الحالية حتى الثامن من فبراير وسيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد تراب قبل منتصف ليل الجمعة حين تنتهي مهلة تمويل هيئات رئيسية مثل وزارة الأمن الداخلي وأكد زعماء جمهوريون وديمقراطيون في وقت سابق الأربعاء أنهم سيمررون القانون ويحسنونه إلى مكتب الرئيس قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ الخميس أن هناك خططا لعقد المزيد من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني المقبل وأضاف جاو أن الجانبين تبدل وجهة النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في مكالمة هاتفية بين نائب وزير التجارة الصيني ونظيره الأمريكي مواكدا أن فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة وأن طبيعة التعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين معا لن تتغير في إسبانيا عثر خفر السواحل على جثث 11 مهاجرا في مركب قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا كما عثرت السلطات على 33 مهاجرا على قيد الحياة على متن المركب وبدأت السلطات عمليات البحث عن المركب قبل يومين في بحر البوران بين الأندلس وشمال المغرب ونقلت السلطات المهاجرين إلى مرفأ المارية ليلة الأربع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الرابعة هذا العام لتصبح بين 22.25% و2.5% تحذيرات ومناشدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تمنع مجلس الاحتياط الفيدرالي من رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي هذا العام بينما كان الاقتصاد الأمريكي يحاول الخروج من الأزمة العالمية وما نتج عنها من ركود حافظ المجلس على سعر متدن للفائدة من أجل منح الاقتصاد مجال للتعافي وبالفعل تعافى الاقتصاد بخطوات ثابتة وبطيئة أحياناً وقبل ثلاث سنوات قرر المجلس رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي إلى مستواه الطبيعي في اقتصاد سليم لكن الاحتياطي الفيدرالي كان حريصاً على الإشارة إلى أنه سيراقب الاقتصاد العالمي بحذر قبل أية زيادة إضافية لسعر الإقراض في العام المقبل معلناً في الوقت ذاته خفض توقعاته بالنسبة للنمو والتضخم رغم قوة الاقتصاد الحالية وتوقعاتنا بتزايد النمو شاهدنا تطورات تنذر ببعض الفتور مقارنة بما كنا نتوقعه قبل أشهر قليلة فنسبة النمو في بعض الاقتصادات العالمية تباطأت بعض الشيء على مدى العام الجاري كما تزايد التقلبات الأسواق المالية خلال الشهرين الماضيين بشكل لا يساعد على النمو ولم يتوانى ترامب عن تحذير الاحتياطي الفيدرالي في تغريدات متتالية على تويتر من ارتكاب ما وصفه خطأ آخر يهدد نمو الاقتصاد الأمريكي في مرحلة حرجة وبينما يظهر تأثير رفع الفائدة سريعاً على بطاقات الاعتمان والقروض القصيرة الأمد لا يستفيد المدخرون في المصارف الأمريكية من هذا الارتفاع بشكل فوري رغم تراجع مؤشرات البورسة والخسائر التي سجلتها الأسهم الأمريكية مؤخراً يشدد البيت الأبيض على أن الثوابت الاقتصاد الأمريكي قوية متوقعاً تجاوز هذا المنعطف قريباً هيشان بورار الحرة البيت الأبيض شرعت قناة الحرة بدءاً من اليوم في بث سلسلة تقارير تلخص أحداث شهور عام 2018 التي ستنقضي بعد أيام قليلة نتابع في تقرير تالي أبرز أحداث التي شهدتها شهر يناير من هذا العام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة